بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم في الإنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بناء طلاب وطالبات الصف الثلاثة بشتاعي من التعليم المستمر في درس جديد في مادة التربية بدنية معي أنا الأستاذ ماجد الحميدة درسنا هذا اليوم سيكون إرسال أمامي وأكيد في لعبة الريشة الطائرة متطلبات النشاط البدني لازم نعمل بهذه المتطلبات يا أبطال سواء مرست الرياضة أو لم تمارس يفترض عليك أن تعمل بهذه المتطلبات دائما تجنب السهر وأخذ القدر الكافي من النوم ليلا وأكيد يا أبطال بتجنب السهر من خلال النوم سبع تسع ساعات ليلا فيه وقت مناسب دائما يا أبطال تناول أكل الصحي في المنزل ثلاث وجبات صحية فطور غداء وعشاء وابتعد دائما عن غذاء الضاري أبطال والأهم دائما راعي عوامل الأمن والسلامة من حيث التهوية والإضاءة والمساحة أبطال والنبس الملابس الرياضية المناسبة لأداء النشاط الرياضي يا بطل شرب كميات كافية من الماء حتى تعوض السواء ليفقدها الجسم من خلال عملية التعرق أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية والأهم اشرب الماء دائما حتى لو لم تشعر بالعطش ولا تستبدل الماء بأي سواء الأخرى خصوصا الضارة مثل مشروبات الغازية ومشروبات الطاقة فوائد ممارسة النشاط الرياضي عندما ممارستك للرياضة تأكد ستحصل على كثير من فوائد الأهم تحسن يقتك القلبية التنفسية تحسن صحة أقلك ومزاجك تحافظ على وزنك الصحي المناسب تقيك من عدة أمراضك أمراض السمنة السكة لمن الدرجة الثانية بعض أمراض قلب كفانا الله هو إياكم شرها تجعلك قادرا على ممارسة جميع أنشطك خصوصا الرياضية تكلمنا عن أهمية ممارسة الرياضة أول تمرين معنا لهذا اليوم جري خفيف في المكان على القدم ينقف وقفين في مساحة آمنة ومرتدين الزي الرياضي مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة همانية تسعة عشرة واحد نين ثلاث أربعة خمس ست سبع همان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال ننتقل للتمرين الثاني تمرين سكوات بهذا الشكل نفتع قدمين بتسعى كتفين النظر للأمام مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة همانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال قفز على مشاط القدمين مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشرة يعطيكم العافية أبطال تمرين رابع افتح القدمين بهذا الشكل لا تكون اثنية تكون ممدودة ثانية جذع للأسفل اليدين جانبا اليد اليمنى تلمس القدم اليسرى وليد اليسرى تلمس القدم اليمنى الجسم ثابت يا أبطال جاهزين مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال لنتقل تمرين الإطالات وأول تمرين للعضرة خلفية الفخت من خلال أضم القدمين شوف ركبتين ماتكم اثنية تكون ممدودة نزول يا أبطال بالشكل هذا والثبات لمدة عشرين ثانية بشرط ألا تثني الركبتين حتى تشعر بالعضرة خلفية للفخت جاهزين مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة همانية تسعة عشرة واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع همان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال ننتقل لآخر تمرين سحب القدم اليسار باليد اليسرى واليمين باليد اليومنا نبدأ بالقدم اليسار مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة همانية تسعة عشرة القدم الأخرى أبطال واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع مان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال كيف نكون انتهينا من آداء التمرين تذكر دائما ممارسة الرياضة ينعكس على حياتك الصحية بشكل نيجابي اختر النشاط الرياضي لتفضل أشكال الرياضات كثيرة فردية زوجية جماعية يا أبطال الأهم أن تختار الرياضة المناسبة لك والأهم أن تستمر بممارسة الرياضة حتى تحافظ على صحتك بعيدا عن الأمراض دائما يا أبطال رسالة أمامي أحد أهم المهارات يا أبطال في لعبة الريشة الطائرة يجب على كل لعبين الريشة الطائرة مع الفتاة الطريقة الصحيحة لأداء المهارة خطوات الفنية يا أبطال من الوضع الوقوف أمام يلف الطال بجذعه جهة اليمين قليلا ويقبض على المضرب مع عدم تصلب الرسخ وثني بسيط في الساعد والعضد أي أبطال تقف أماما وأكيد يمين الجذع يا أبطال جهة اليمين لأنك تمسك المضرب باليد اليمين وناء دائما نطبق القاعدة لك تمسك باليد اليسار مع عدم تصلب الرسخ وثني بسيط في الساعد والعضد يا أبطال ثني يكون جهة الساعد والعضد وأكيد ما يكون في تصلب أثناء المسكة نمسك باليمين نثني الجذع يا أبطال جهة اليمين قليلا تمسك باليسار أكيد يثني جذعك اليسار يتم التمهيد للإرسال بإرجاع المضرب للخلف بجانب الفخذ الأيمن تحت اليد الضاربة أي أنك تعيد المضرب أبطال للخلف بجانب الفخذ الأيمن تحت اليد الضاربة أبطال استعدادا لأداء الضربة بشكل صحيح وأكيد أبطال تبدأ حركة الضرب عند عودة المضرب من الخلف للأمام خلال الأرجحة لمقابلة الريشة بالسطح الداخلي لرأس المضرب وتضرب الريشة بسطح المضرب بتوجيهها بالرسخ والساعد نحو الاتجاه المطلوب أي بعد ما تؤدي أكيد الضربة أو الإرسال يا أبطال يكون يا أبطال من خلال الساعد والرسخ أنت رح توجه الكرة فلو كان بالشكل هذا رح تروح جهة اليمين وتساوي فتذهب أكيد الجهة اليسار في حال كانت للداخل وأكيد في الموسطي أبطال في حال كان للأمام التحكم يكون باتجاه الإرسال من خلال الساعد ومن خلال مفصل الرسخ يا بطل نلاحظ هنا نموذج أبطال اللي مسكوا الكرة تمسكوا الكرة بالأسفل يا أبطال والريشة بالأسفل يتم يا أبطال مرجحة اثراع اليد الضارب يا أبطال نرى كيف رأس المضرب بجانب الفخت أيضا قدم متقدم على الأخرى ونرى كيف يتم هداء الإرسال لازم نعرف شكل المسكة يا أبطال كيف يتم مسك الريشة نلاحظ في المرتفع والإرسال المنخفض تكون بالأعلى يا أبطال أما بالإرسال أمامي تكون بهذا الشكل يا أبطال ونلاحظ كيف يتم يا أبطال ضرب الكرة من أسفلها وكيف قدم متقدم على الأخرى ومن جانب قانوني دائما يا أبطال نلاحظ كيف الوقوف في المنطقة المناسبة للإرسال وأكيد هذا حسب مجرية المباراة وعدم أن تطأ القدمين خط الإرسال يا أبطال مراجعة لدرسنا لهذا اليوم سؤالنا الأول يا أبطال فيديو المرفق هو لمهارة الإرسال هل هو الأمامي أم الخلفي في الريشة الطائرة نلاحظ بواجه المضرب أكيد بواجه المضرب أحسنتم يا أبطال الأمامي في الريشة الطائرة ختاما يا أبطال تعلم أشكال الإرسال حتى تتعلم بقية المهارات بشكل صحيح ودمتم بصحة ونشاط اشتركوا في القناة